السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 28 أيار مايو طبعا هذا اليوم مميز لأنه فيه زوايا قوية وتقريبا أغلب الكواكب سعيدة القمر موجود بالعذراء في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة و28 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد 28 خمسة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح بما أن القمر موجود في برج العذراء اليوم منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفاحصة منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود وهي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين، شرب الكحول، مهدئات، مسكنات، مخدرات، أي شيء وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية قوية إيجابية ظهرت على الساحة أول زاوية اللي هي زاوية التثليث الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهذه تأثراتها من اليوم 28.05 ولغاية يوم 8.06 طبعا ذروتها يوم 2.06 الساعة 10.41 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا بتجلب إلنا السعادة العاطفية قدرة فنية عالية جدا بتصير عنا أو لمسة فنية أو منحب الفن أكثر وبتسمح لنا بتحقيق مشاريعنا المهمة برضو بتدل على تحسن أوضاع العاملين بالمجال اللي إلو علاقة بصناعات الطبية والصيدلة والصيد البحري والنفط والميادين الفنية بكل أنواعها حتى وخصوصا الفن السابع وبرضو الموسيقى الروحية أو الأمور الروحانية بالفترة هاي بتكون في أوجها والإنتاجات الفنية اللي تعنى بالعقائد أو الخطابات أو البرامج اللي إلها علاقة بالعقائد والديانات والروحانيات والعلوم النفسية بتلاقي نجاح كبير في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي طبعا الزاوية قوية جدا تأثيراتها وأنها مستمرة من يوم 21-5 إلى يوم 31-5 فهي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتصير شعبيتنا في تصاعد أكثر وبتجلبنا سعادة غير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة العفوية وبرضو بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي زاوية مستمرة بتأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 15-7 طبعا هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني والاجتماعي ممكن أن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن في أمور إلها علاقة بالسعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملكة عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي يعني من يوم 8-5 إلى يوم 12-6 طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا تمنحنا الطاقة والشجاعة تدفعنا لفعالية قوية جدا والتأثير والقيادة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 29-5 بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا تمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية هذا وقت مناسب للعلاقات مع المحيط مع محيطنا بتسمح لنا بحل بعض المشاكل بتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا وبرضو يعني إلها علاقة هيكة بالأجواء والتحولات الإيجابية اللي ممكن نتعرض لها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 13-6 طبعاً هذه زاوية بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين بسببها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 29-5 هاي بتولد اندفاعات مخالفة للصواب لدينا وبرضو بتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين برضو بتعرقل من نجاحنا ومبادراتنا وعلاقاتنا إلها علاقة بالعنف والأمور التخريبية طبعاً في إلها حلقة موجودة على القناة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي زاوية تأثيراتها من يوم 22-4 إلى يوم 22-6 طبعاً بتدل على خسارة مالية وظهور عقابات غير متوقعة على المستوى المادي والاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم قوتها أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس طبعاً هاي كانت ذروتها من الساعة 3-21 دقيقة من عصر يوم السبت طبعاً تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وحتى ظهر يوم الأحد مستمرة التأثيرات فعشان هيك بالظل قوتها موجودة تخلق أو بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلباً على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الأحد من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا إن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلاً من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة نكون متقلبين غير راضين كثيرين النقد والعنادي والميل للكأب أما بالنسبة للزوايا القوية اللي اليوم قوتها وذروتها القصوى وهيها زاوية التثليت الإيجابية اللي بين القمر وبين عطارد هاي ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش هدولاك الزوايا كانت برحمة شكله ولكن مستمرة تأثيراتها اليوم هاي زوايا القوية اللي ذروتها اليوم يعني قوتها اليوم زاوية التثليت الإيجابية بين القمر وبين عطارد الساعة ثلاثة وسبعة دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الأحد تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لمشاط الذاكرة سرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات على المستوى التجاري وبرضو تعطينا ثقة بالنفس نتألق بفضل سهولة تعبيرنا أو تعابيرنا بتدل برضو على حركة متزايدة على مستوى السكان على مستوى الطرقات نشاط مواصلات وسائل الإعلام بتركز بشكل قوي جداً خلال اليوم على مواضيع معينة وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة ما اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين زحل وهاي تاثراتها من يوم 19.5 ليوم 5.6 اليوم ذروتها ساعة عشرة وخمس واربعين دقيقة ظهراً طبعاً هاي الزاوية بكرناها من يوم 19.5 وتاثراتها ولكن بدنا نعيدها اليوم لأنه قوتها تخلق مصاعب وعرقيلة بتحتاج منها إن نبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أننيين قاسيين وعنيدين ابتع ممكن تعرضنا لبعض الصعوبات في إنجاز مشاريعنا إنعكاس وإنقلاب بالوضعيات بشكل مفاجئ علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق بدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة والطراب في البورصة قلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم تضييق الخناق الأمني على الشعب برضو بتزيد من نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات ركزولي على هاي المعلومة لأنه هاي المعلومة اليوم في انتخابات تركية فهاي المعلومة اللي أنا ذكرتها بذروة هاي الزاوية معناته الله يستر من بعض اللعب على شغلة العنصرة والتعصب والتطرف والأمور اللي إلها بعض التهديد على مستوى تعبئة الشارع أو أشياء من هاي وتشكيك وأشياء لها علاقة بالأمور القانونية وشغلات هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وطبعا هاي الزاوية ذروتها الساعة 7 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا من مساء اليوم الأحد وتأثراتها بتبدأ من صباح يوم الأحد ولغاية صباح يوم الاثنين بتستمر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والعمور الغريبة والمدهشة ككل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فطبعا هاي الزاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة ذروتها ساعة 12 و19 دقيقة بعد منتظف ليلة الأحد على الاثنين بتوقيت جرينيتش ولكن هاي الزاوية بتبدأ تأثيراتها من ظهر يوم الأحد وبتستمر حتى ظهر يوم الاثنين بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا بتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا فعشان هيك من ساعات الظهر الأجواء رح تكون رائعة جدا حتى أنه فيها بعض المكاسب المالية الأمور اللي إلها علاقة بالترفيه مكاسب إلها علاقة بالتجميل أو من أمور إلها علاقة للأشخاص اللي بيشتغلوا في مواد التجميل برضو الفترة هاي أو الألبسة فبتكون من ساعات الظهر الأجواء قوية جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القلون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية الصغرى ولكن الكبرى للأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح فيها وهذا اليوم أيضاً مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضاً لأمور إلها علاقة بإزالة الشعر العادي ولكن مش بالليزر لأنه اللي هو الأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يبطء النمو فهذا اليوم لا يصلح لهاي الأمور يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 9.45 دقيقة صباحاً من صباح يوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 2.50 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب عمره 9 أيام في تمام الساعة 10.05 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج بيصير عمره 10 أيام نسبة الإضاءة بتصير 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21.06 منتحسة بنسبة 25% الآن ولكن ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 10% القمر في العذرة حتى يوم 29.05 سعيدة بنسبة 45% الآن في ساعات الظهر بصير سعيدة بنسبة 60% ساعات المساء بصير سعيدة بنسبة 30% عطارد في الثور حتى يوم 11.06 سعيد بنسبة 30% الزهرة في السرطان حتى يوم 5.06 سعيد بنسبة 60% المريق في الأسد حتى يوم 10.07 سعيد بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4.09 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوبيت راجع حتى يوم 11.06 منتحس بنسبة 30% لا تنسوا تحطوا لايك والديسلايك والكومنت والكبسات اللي تحت والكبسات اللي ما يقول لك انتسب وتشكرات ومش عارف إيش اللي فيها دعم مصاري هاي بلاها بس يا رياد تكبسوا بس على لايك ويخلف عليكو وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة تجدوا انه الأمور في العمل شوي عندكو بعض الأعمال اللي زيادة او ممكن تعمل وقت اضافي او تجد صعوبة في انجاز بعض الأعمال لكثرتها ولكن ان نظمت الوقت بشكل جيد واستيقظت بباكر للموضوع تجد الأمور لصالحك بقوة اليوم ممكنين عرض عليك عمل او تنجز بعض الأعمال اللي تكرم عليها او اعمالك تكون ناجحة بشكل قوي وتستفيد من خلال هاي الأعمال اهم شي انك تنتبه لصحتك لانه بعض موليد برج الحمل ممكن يكون عندهم مراجعات طبية او فحصات او بشعروا ببعض التوععكات الصحية ولكن سريعا بصير في نوع من انواع التشافي لالها يعني نوع من انواع الوهن او التقلب الصحي برضو اليوم حاول انك تعالج المسائل الطارئة بشكل سريع بدون خصوصا اللي بتتعلق بالعمل او بالصحة عشان تحقق انجازات جيدة وتكون لصالحك ممكن اليوم نصير فيه نوع من انواع التعامل او التعاون ما بينك وبين زملائك بالعمل او اصدقائك او شركات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل رغبتكم قوية في التقرب من احبائكم وايجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم الاجواء رائعة جدا على مستوى الحب والغرام الرومانسية تقرب حضوض الدعم كلها هاي بتدعمك بشكل قوي وبحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة كل المساعي وللتواصل مع محيطك وممكن اليوم هذا يكون من افضل ايام واغفرها حظا وتشعر بالطمأنينة والراحة اذا تحركت وانطلقت وحاولت تكسب من هاي الامور بعض موليد برج الثور بيستفيدوه على مستوى التجميل او بيهتموا بهاي المسائل او حيويتهم بتكون غير وممكن يكون عندهم مناسبة او خبر صار خلال هذا اليوم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم الشغل كله له علاقة بالبيت والعائلة لانه القمر موجود في البيت الرابع ممكن تهتموا بمسائل الها علاقة بتنظيم البيت العائلة لقاء اجتماع خبر صار شخص مسافر برج على ارض الوطن مثلا بوسعك ودخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم الاجواء جيدة فيه نوع من انواع التوازن والتقارب رغم انه ممكن يصير بعض التقلبات بالمزاج او العصبية او اشياء توترك الا انه الاجواء تقريبا نقدر نقول انها ممتازة جدا فيه نوع من انواع الاستقرار العائلي والتكاثف والدعم من بعض افراد العائلة لا لكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم النشاط عالي على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات رح يكون عندكم اتصالات كثيفة جدا اهم اشي انكم تكونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر بين المدن رغم انه ما فيه اي خطر ولكن احذروا من المخالفات الاجواء جيدة واليوم ممكن انك تقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك قوي جدا بالحجة والنقاش والحوار اليوم ممكن تسجل لقاءات مهمة او اتصالات مفيدة او تجري ابحاث او مفاوضات ناجحة اللي عندهم امتحانات مدرسية او ثانوية او الامور اللي لها علاقة اللي هي ما قبل الجامعة هدول الاشخاص اليوم بكونوا مميزين في امتحاناتهم والحظ بيدعمهم بشكل جيد وممكن بعضكم يقوم بزيارات او يلاحق عمل ملح وضروري وتكون النتائج ايجابية برج الاسد بالنسبة لما ولد برج الاسد بتكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتحاولوا انكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة او الضياع بعضكم ممكن يناقش موضوع مالي اهمي شي انكم ما تتسرعوا بالاستثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذروا اموالكم وكونوا عاقلين ومتيقذين قبل التوقيع على العقود وحددوا اهدافكم الاجواء جيدة وداعمة بقوة بالنسبة للكم على المستوى المالي اليوم عشان هيك لازم تتحركوا اليوم للاستفادة لانه ما بتعرف الدعم كيف بيجي هم هدية جائزة تبرع ما بنعرف بس ما حدي يتبرع لي عشان مش اني بلمح الكواه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الامور بتكون مميز باداك وهي فتدرق واعدة بخبر او تسوي او انطلاق بمرحلة جديدة بتطرح افكار جديدة تجتهد على انجاح مشروع مميز او مشروع جديد في حماسة في وضوح بالافكار عشان هيك اليوم انت ملفت للانتباه حتى للجنس الاخر في كثير من الدعم لالك في كثير من الامور اللي رح تكون لصالحك عشان هيك لازم تستغل هذا اليوم بكل طاقتك عشان تحصد كثير من النجاحات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر التعب الشديد عليكم او تشعر ببعض التعب او الارهاق لانه القمر موجود في بيت المتاعب ولكن لساعات الكواكب بيتخفف من هاي الامور بتشعر نفسيتك شوي بطاقتك ضعيفة صحيا شوي متوعك مش جايع بالك تتحرك طاقتك هيك حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية ولكن ما تتخذ قرارات يعني حادة اليوم او مصيرية حاول انك تعمل بشكل روتيني تحرك حاول انك تشوف الاشخاص اللي حواليت ولكن ما تأخذ لا بوعد ولا بكلام على المستوى العاطفي الامور شوي فيها نوع من انواع الحساسيات للمستوى الصحي بدك تراعي صحتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة اهمش انكم ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة والعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم بتتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز اليوم انك ما تتخذ قرارات عشان هيك اليوم من خلال اصدقائك ومعارفك في عندك دعم قوي اليوم في عندك لقاء مثمر في عندك اجواء رائعة لازم انك انت تتحرك بعلاقاتك ومعارفك عشان يعني تستفيد بشكل قوي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل وهذا اليوم يعتبر يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهم اشي انكم ما تجازفوا بسمعتكم او حتى باستقرار وظيفتكم بتكون تتجنبوا التصرفات الارتجالية وحاولوا انكم تركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لاخر نظموا اعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل الاجواء جيدة على مستوى العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين وانجاز بعض الاعمال المهمة وحتى على مستوى معارفكم وعلاقاتكم اللي ممكن انك انت تستغلها على اساس ينجزو لك بعض المعاملات او يساعدوك في بعض الامور بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم عندك طاقة عالية جدا للحوار والنقاش والاقناع والفلسفة والدين كل هاي الامور قوية ودعميتك بشكل قوي اليوم برضو بيترك لك اجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك تختفيها واجسك فترة ايجابية جدا فحاول انك ما تضيع الفرصة عليك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تقدروا تتفحصوا الامور الاموال المشتركة مال بيجيك من شراكة من تعويض مال الزوج الزوجة بنك ضريبة الي بيسعى لقرد الي بده يرتب امور دفعات قرد او سداد بعض الديون او يحصل اموال لاله فهذا اليوم مناسب لهاي الامور ولكن ممكن صحتكم او صحت قريب لالكم تكون بحاجة للرعاية او يكون عندك حدث الو علاقة بالبيت بالعائلة شوي يكون بده بعض المتابعة بدك تكون مرن وتحاول انك تتنازل عن بعض الامور شرط انك ما تتنازل عن حقك وامتنع عن فرض الرأي والتسلط الاجواء زي ما حكينا ممتازة عشان هيك ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف وحاول انك ما تهمل لا ملف ولا قضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهدكم نحو البحث او حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل او في العاطفة مع الازواج بين الازواج حوارات نقاش شركائك بدعموك او بتدعم شركائك او بتحل مسألة لها علاقة بوضع بلا تطوير شركاتك اهم اشي انك تكون اكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل لانها هاي الفترة فيها ضغط كبير والاوضاع ممكن تصير صعبة اذا ما كنت حذر ويقد حطيت لايك وديسلايك وكومنت وشغلات الكبسات اللي تحت كبسه كبسه الله يعطيك العافية ويرضى عليك ويعطيك لا يرضيك يا رب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء